اشتركوا في القناة طلب سوري لمزيد من الدعم أم رسالة للجميع بوصاية تهران على دمشق قبل أن نبدأ في ملفات مادر الغد موجز للأخبار مع أريج خليل مساء الخير أريج مساء الخير لك زميلي محمد أهلا بكم مشاهدين في موجز لأهم آخر الأخبار اتفق نواب في البرلمان الليبي خلال الشمع لهم في غدامس على عقد جلسة أخرى يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من ديسمبر الجاري وأكد النواب الذين بلغ عددهم 127 نائبا أن جدول أعمال الجلسة المقبلة سيتضمن منقشة إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وإقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع ستة أشهر لكل دور وتعديل اللائحة وفق ذلك إضافة إلى إعادة انتخاب الليجان البرلمانية في المقابل قاطع 60 نائبا جلسة غدامس التي عقدت بغدامس أكد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات عنوار جرغاش أن بلاده تثمن جهود الكويت والمساعي الأمريكية بخصوص حل الأزمة الخليجية وتدعم مساعي سعودية بالنيابة عن الدول الأربع في مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد وأضاف جرغاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويرر أن بلاده تؤكد أن علاقات المجلس مع مصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة وتتطلع إلى قمة خالجية ناجحة قالت الخارجية التركية أنها تندد بشدة باحتجاج سفينة تركية شرق ليبيا وأضافت الخارجية التركية أن استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة وستعتبر من قام بذلك هدفا مشروعا على حد قولها كان الجيش الوطني الليبي أعلن في وقت سابق احتراض سفينة تركية ترفع عالم جامايكا بعدما دخلت المنطقة المحذورة شرقي ليبيا أقرت الحكومة الإثيوبية بإطلاق قواتها النار على فريق تابع للأمم المتحدة واحتجازهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أحد مناطق تيجري المحاصرة وأكد متحدثهم باسم الحكومة الإثيوبية أن قوات بلاده أطلقت النار على الفريق الأممي لأن أفراده تجاهلوا تعريمات وخرقوا نقاط تفتيش للحكومة في إقليم تيجري شمالي البلاد أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي عن تعيين إيران حسن إيرلو سفيرا لها في صنع وأشار بومبيو إلى أن قرار تعيين يشير إلى نية طهران زيادة الدعام للحثيين ويعقد جهود تسوية الصراع اليمني وأكد أن دعم بلاده لجهود الدول المجاورة لليمن من أجل التوصل لوقف إطلاق النار نهاية موجز الأخبار مشاهدين ونعود إلى الزميل محمد المغربي ومدار الغد شكرا لك أريج نبدأ أول ملفات مدار الغد من تونس الأمهات العازبات إما عاهرات أو مختصبات تصريح قاس للغاية لمحمد العفاس النائب عن ائتلاف الكرامة تصريح حول البرلمان إلى ساحة للعراك وتبادل للسباب وأدى إلى اشتباكات انتهت بإصابة أنور الشاهد النائب عن الكتلة الديمقراطية في مشهد هو الأول من نوعه داخل البرلمان التونسي القوى الليبرالية والديمقراطية والمنظمات المدنية والجمعيات النسائية جميعهم اعتبروا الحادثة انتهاكا ممنهجا لحقوق المرأة طرعاه حركة النهضة الحليف الأكبر لإتلاف الكرامة أما الرئيس سعيد فخرج يحذر وينذر كل من يستعين بالخاونة والمجرمين لإسقاط بلاده من الدخل جلسة عامة بالبرلمان التونسي لإدانة العنف انطلقت على وقع حالة من الاحتقان وتبادل الاتهامات تحت قبة المجلس إثرى الاعتداء الذي تعرض له أنور الشاهد وإن اختلف الفرقاء ففي الإدانة إجماع وفق أغلبية الكتل النيابية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر شنت هجوما لاذعا ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي مشددة أنه يعمل ضمن سياسة الكيل بمكالين ويرعى العنف في المجلس هذا الرئيس البرلمان هو يتبنى نظرية التدافع الاجتماعي يتبنى نظرية الهروب من القيادة وترك النواب يتدافعون كرس عقلية العنف كرس عقلية الميليشيات وممارسات الميليشيات أطلق ذراع أبنائه في كتلة ما يسمى الكرامة قاموا بتكفيرنا قاموا بالاهتداء علينا بالعنف في عدة مناسبات تقدمنا بعدة شكاية صدى الحادثة البرلمانية وصل لمؤسسة الرئاسة حيث أكد الرئيس قيس سعيد أنه يتابع ما يجري لكنه يعمل بصمت مجددا رفضه للعنف ودعوته لجميع الأطراف بتحمل المسئولية عما يجري فأنا هنا على رأس الدولة وأتحمل مسئولية كاملة في الحفاظ عليها أعمل بصمت أعمل ولكن أتابع ولن أترك أي أحد يتطاول على أمن وطننا وعلى أمن تونس وأن يساومه بقوت التونسين وأن يساومه بحياتهم أرفض العنف في الشارع فكيف أقبله به داخل مؤسسات الدولة من جهته حمل اتحاد الشغل التونسي أكبر المنظمات النقابية مسئولية ما يجري في البرلمان لإتلاف الكرامة وحركة النهضة كما دعا الاتحاد مكونات المجتمع المدني الفاعلة للاجتماع العاجل لبحث التطورات غير المسبوقة في البرلمان إجماع كبير من الفعاليات السياسية ومؤسسة الرئاسة والقتل البرلمانية والمنظمات الوطنية والنقابية حول إدانة العنف تحت قبة البرلمان لكن السؤال الكبير يبقى في مدى نجاح هذه الأطراف باحتواء الأزمة الحالية والخروج إلى بر الأمان ياسر دبابش الغد تونس إذن نقاشنا في حلقة الليلة من مدار الغد حول هذا الموضوع تلك التصريحات المسيئة للتونسيات التي أطلقها محمد العفاس النائب عن ائتلاف الكرامة داخل الفرلمان التونسي معنا من تونس السيدة وفائل شاذلي المحامية والنشطة السياسية وكذلك معنا من تونس العاصمة السيد بحري العرفاوي الكاتب والمحلل السياسي أبدأ معك سيد بحري بمنتهى المباشرة هل كان يجرؤ محمد العفاس أن يطلق مثل هذه التصريحات القاسية حقيقة الأمر لو لأنه يشعر بأن هناك من يحميه مثلا في رئاسة المجلس أو في حركة النهضة أولا تحية لكم ورسادة المشاهدين لقناتكم أعتقد أن مثل هذه التصريحات هي تعبير عن ما يعتقد به هذا النائب وكان يمكن أن يعبر عن موقفي هذا في ندوة أو في محاضرة أو في نص ويتحمل تابعات ما يقول أمام الحضور وأمام من ينقضه أما في البرلمان الذي من مهمه النظر في مشاريع القوانين والنظر في مصالح الناس والتشريعات وقضايا التنمية إلى غير ذلك وميزانية الدولة ما كان له أن يقول مثل هذا الكلام في البرلمان أما أن يكون معتدا بحماية حركة النهضة أو رئيس الحركة الأستاذ راشد غنوشي فأعتقد أن هذا التحالف هناك تحالف في تمرير المشاريع وفي التصويت وأيضا في إنقاذ الأستاذ راشد غنوشي من سحب الثقة عندما وقع عرض مشروع سحب الثقة فكانت هذه الكتل الثلاث هي التي أنقضت الأستاذ راشد غنوشي من سحب الثقة هناك تضامن بالتأكيد في العمل السياسي هناك تحالفات هناك تضامن يستمد منه كل طرف ربما دافعية أو شيء من الثقة بالنفس وشيء من الجرأة أحيانا تكون نوع من التهور وغير مقبولة مرة أخرى أقول كان يمكن للنائب أن يقول هذا الكلام في محاضرة أو في درس معين ولكن في البرلمان أعتقد أنه أساها التقدير بقاطة النظر عن موقفه أنا لا أتفق مع هذا الموقف بالتأكيد ولكن أقول أن المكان لم يحسن تخير المكان الذي يقول فيه هذا الكلام هل كان بسدد الإعداد لانتخابات 24 أغلب السياسيين الآن أيديهم في الإناء وأعينهم في البئر يعني ينظرون إلى ألفين عفوا وعشرين كلهم يفكرون وهذا ما يضيع على التونسيين مصالحهم ويضيع المصار السياسي الآن وهذا ما يؤكده ما نحن فيه وما نراه الآن من توتر إذن يا سيد بحري ربما يا سيد بحري إذن أنت أنت الآن لا تتفق مع محمد العفاسي لا في آرائه ولا في تصريحاته ولا حتى في توجهاته ولا حتى في المكان الذي أدلى به أو أدلى فيه بهذه التصريحات صحيح؟ طيب السؤال الآن برأيك يعني هذا نائب هذا فلماني هذا رجل تم انتخابه هذا رجل يعني خاض العديد من التجمعات الجماهيرية وخاطب في الناس هو يجيد الخطابة ما الذي دفعه لافتعال هذه الأزمة؟ هذا ربما يسأل عنه هو يعني أنا كمحلل وكمتابع وكمراقب أقول كان بإمكانه قلت أن يعبر عن هذا الرأي في مكان آخر ويتحمل تابعات النقد وردود الناس أما أن يقوله في البرلمان فأعتقد أنه أساء التقدير بنظري إذا تحدثت عن الموقف هذا الموقف غير مناسب سياسيا وحتى إذا تكلمنا شرعيا أن إصلاح المجتمعات يكون بالتلطف ويكون باللين ويكون بالموعد الحسنة كما يقول القرآن ألا تعتقد أن ائتلاف الكرامة وحليفه الأكبر حركة النهضة يريدان أن يفرضا رأيهما علنا على البرلمان؟ ليس في هذه المسألة حركة النهضة متطورة جدا في مواقفها خاصة فيما يتعلق بقضية المرأة وقضية الحريات وإلى غير ذلك حركة النهضة متقدمة في هذا المجال ولكن فيما يتعلق بالتشريعات بأولويات بمواقف في عدة مسال هذا التحالف ليس النهضة والكرامة فقط ونمال النهضة والكرامة وقلب تونس يعني هذه هي الكتلة الثلاث لكن قلب تونس بعيد عن الإسلام السياسي يا سيد بحلي قلب تونس بعيد بعض الشيء عن الإسلام السياسي كأيدولوجيا قلت عندما يتعلق الأمر بتمرير مواقف أو تمرير مشاريع هذه الكتلة الثلاث متضامنة مع بعضها بالتأكيد أن قلب تونس بعيد عن ما تسمونه بالإسلام السياسي ولكنه هو إما أن يكون في دعني أقول حمايتهم لأنه يعني خاصة رئيس هذا الحزب له قضايا وكان يمكن أن يقع تتبعه ولكن ربما إلى حد الآن هو يشعر بأنه بمأمن وهو يطلب مأمنه عند حركة قوية خاصة حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي له ثقاله ربما أقول هذا ليس معلومات ولكن بالتحليل هل هم يهيمينون على البرلمان؟ عادة في كل البرلمانات وفي كل المنافسات السياسية الكتل يعني تعملوا على طيب ابقى معنا سيد دحني لو سمع ابقى معنا سنعود سنعود إليك بالتأكيد سيدة وفاء الشاذلي المحامية والنشطة السياسية الآن الأمر يزداد صعوبة كان هناك يعني ملاحظات كان هناك غضب تجاه النهضة وإتلاف الكرامة الآن تحول إلى أزمة مجتمعية اتحاد العام للشغل يعني يدعو إلى وقفه ربما الطيرات الديمقراطية والليبرالية والنسائية كذلك تريد أن تصعد الأمر لما هو أكثر إلى القضاء مثلا أين تجدين أن هذه الأزمة ستحط رحالها في أي محطة في قضاء مثلا؟ الحقيقة بالنسبة للقضاء تدخله في هذه القضية لا أراه ممكنا حاليا باعتبار أن نواب الكرامة يتمتعون بالحصانة البرلمانية والحقيقة أستبعد أن يقوم رئيس البرلمان بالمجازفة وبرفع الحصانة عن مدلله المحامي سيف مخلوف ومجموعته من ائتلاف الكرامة نعرف كلنا يعرف أن راجل الغنوشي لو ترفع عنه الحصانة هناك قضايا تلاحقه بخصوص الجهاز السري هو ومجموعة من القيادين لحركة النهضة ووجوده اليوم بالبرلمان يعتبر حصانة له ولذلك يمكن برفع هذه الحصانة عن مجموعة الكرامة يتمادى الوضع إلى رفع الحصانة حتى عنه لا يدري هو إذن لا أرى استبعد استبعادا كبيرا إلى أني أعتبر أنه مستحيل أن يتم رفع الحصانة عن مجموعة ائتلاف الكرامة طيب كيف ستنتهي هذه الأزمة إذن يا سيدة وفاء كيف ستنتهي الأزمة إذن هذه الأزمة لن تنتهي هذه الأزمة لا أراها منتهية إلا إذا وقع حل هذا البرلمان لن تنتهي نحن منذ الدورة البرلمانية الأولى بعد الانتخابات انتخابات 2019 رأينا أن البرلمان في حملة انتخابية سابقة لأوانها كل الكتل البرلمانية تركز نشاطها الحزبي داخل البرلمان ويستغلون التواجب تحت قبة البرلمان للترويج لأحزابهم لحقيقة تحضر المصالح الحزبية داخل هذا البرلمان ولكن تغيب مصلحة المواطن التونسي الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن هذه الأزمة هي أزمة مفتعلة داخل البرلمان لماذا؟ لأجل تلهية المواطن التونسي عن الكوارث الحاصلة جراء منهج حكم الإخوان منذ 2011 هؤلاء دمروا المؤسسات تغلغلوا داخل مفاصل الدولة ماذا حدث؟ حدثت فواجع داخل مؤسسات الدولة حاليا هناك أزمة في المنظومة الصحية بعد فاجعة وفاة الطبيب الشيب داخل مستشفى جندوبة طيب يا سيدة وفاة كذلك الرئيس قيس السعيد دخل سريعا على الخط ووجه كلمة غاضبة تعليقا على الأحداث قال ضمن ما قال فيها سأرد بأكثر مما يتصورون لإنقاذ الدولة ممن يستعين ببعض الخوانة والمجرمين نتابع ولكن من يتوهم أو يعتقد أنه سيسقط الدولة التونسية فهو واهم نحن نرفض العنف في الشارع فكيف نقبل به داخل مؤسسات الدولة لن نقبل أبدا بأي تصرف غير مسؤول وليتحمل الجميع وتوجهوا إلى الشعب التونسي المسؤولية كاملة تونس فوق كل الأحزاب وفوق كل الاعتبارات ولن نتركها لقمة سائغة لمن يريد إسقاطها من الداخل أوجه الإنذار تلو الإنذار والتحذير تلو التحذير تونس فوق الأحزاب ولن نترك تونس لمن يريد أن يسقطها من الداخل يا سيد بحري من الذي يريد أن يسقط تونس؟ المشكلة حقيقة أن رئيسنا الذي نحبه ونقدره وهو رجل متخصص في القانون الدستوري المشكلة أنه منذ تولى رئيسة الدولة يطلق تهديدات ويطلق أوصافا في غير عنوان محدد فهو يتكلم دائما عن الخوانة وعن العملاء والمتآمرين والغرف المظلمة والقلوب المريضة عفان الله والمنافقين إلى غير ذلك ولكنه لا يشير إلى طرف معين ويتكلم عن الفاسدين ولا يشير تقلم سابقا عن الصواريخ على منصاتها وجاهزة الإطلاق حتى أصبح الناس يتندرون بهذا الكلام لا أدري إن كان الرئيس رئيسنا الذي نحبه قلته هل هو مولع بالإنشائية الخطابية يعني إن كان فعلا لديه ملفات بدون أن يتكلم في الإعلام أن يمرر هذه الملفات للقضاء وإذا كان هناك فاسدون نحن معه نحن معه في تتبع الفاسدين نحن معه في حماية الدولة والسيادة الوطنية وتتبع الخوانة والمجرمين والعملاء والفاسدين نحن معه وسيجد الشعب معه عليه أن يدفع بالملفات هو يقول أنه يعرف ونعرف أكثر مما يتصورون ونحن نراقبهم ونعرفهم واحدا واحدا ثم بعد ذلك يلقي بالمسؤولية للشعب ويقول أيها الشعب أنت المسؤول إلى غير ذلك لا أدري إلى أي مدى يمكن أن يتصرف السيد الرئيس الجمهورية هو له صلاحياته وهو مسؤول عن سلامة الوطن وعن أمن المواطنين لكن إلى أي حد يمكن أن يتصرف السيد قيس سعيد بهذه المسؤولية ووفق هذا الخطاب القوي الذي يعني أنا أعتقد أنه من بيني أقوى التهديدات التي أطلقها هو ما قاله البارحة بحضرة بعض النواب لست أدري إن كان هو الذي دعاهم أم هم الذين زاروه ما قاله كلام مهم لكن إلى أي حد يمكن تطبيق هذا كلام يا سيدة وفاء من كان يقصد قيس سعيد في خطابه لمن وجه هذه التحذيرات في الحقيقة منذ سنة منذ زهاء السنة والنصف نسمع هذا الخطاب من رئيس تونس الموقر ونفرح في كل مرة ونتأمل في أن يكشف عن هذه الغرف المظلمة ونعلم حقيقة ما يقع في كواليس السياسة التونسية لحقيقة لكن إلى حد الآن ممكن هذا الخطاب هو فعلا وساند ما قاله الأستاذ البحري أنه هو الأقوى خاصة وأنه كما يقال في المثل التونسي الزنقة وصلت للهارب اليوم وصلنا إلى حالة تنظر يا سيدة وفاء لكن سيدة وفاء سنة واحد سيدة بحري قال يا سيدة وفاء إن التونسيين باتوا يتنظرون على مثل هذه المفردات التي يستخدمها قيس سعيد قال بالنسبة للصواريخ عندما قال رئيسنا المحترم أن الصواريخ على منصاتها تنتظر يعني يعتبر الصواريخ الدستورية باعتباره أستاذ في القانون الدستوري ولكن إلى اليوم نحن في حالة انتظار لهذه الصواريخ فعلا اليوم في الشارع التونسي لا أمل لهم للأسف في رئيس الجنورية ولكن نحن لحقيقة لا بد أن نعطيه يعني فرصة باعتباره قال أنا أتابع بصمت هذه الكلمة يعني يمكن أنها هي ما يعطينا الأمل هو يقول أنا أتابع بصمت لأن الشعب التونسي خرج في فيديوهات وخرج حتى معناها في الشارع هناك احتجاجات شعبية تطالب بخطاب لرئيس الجمهورية وبتفعيل كلامه لأن هناك لغة تهديد ووعيد تنتظر التفعيل إلى الآن اليوم ماذا ينتظر سيادة رئيس الجمهورية بلادنا على حافة وماذا بيده يا سيدة وفاق ماذا بيده دستوريا ماذا بيد قيس سعيد دستوريا الحقيقة الأستاذ الدكتور الصادق بالعيد وأستاذ معروف لمادة القانون الدستوري قال على رئيس الجمهورية أن يقوم بحل هذا المجلس هذا المجلس الذي أصبح عبءا على التونسيين هذا المجلس الذي لا يمثل الديمقراطية في شيء لا يمثل التونسيين في شيء بل يمثل المصالح الحزبية والشخصية الضيقة والعنف ما هي الدروس التي يعطيها هذا البرلمان لأبنائنا ما هي هذه الدروس؟ هي دروس عنف نحن خائفون من مربع العنف الذي تجنبنا الوقوع فيه منذ 2011 نحن في حالة رعب من الانزلاق إلى مربع عنيف في تونس لقد عدنا إلى ظروف 2011 كلنا يتذكر أنصار الشريعة الذين وقع حلهم أنصار الشريعة هي المعروفة بكونها الجناح العسكري لحركة النهضة رغم أنها متبرئة منه وبعد سنوات عادت حركة النهضة لتلملم نفسها وأسست لنا ائتلاف الكرامة المعروف بالعنف لا يمكن أن نقول عنه جناحاً عسكرياً لكنه جناحاً عنيفاً هو ليد الطيعة بيد رجل غنوشي هذا الرجل الذي داخل البرلمان يعطي لنفسه صورة الشيخ الهرم الذي لا يقوى على شيء لكن بفضل المنتمين لإئتلاف الكرامة والمعروفين يعني بعنفهم اللفظي الذي وصل إلى حد العنف المادي هذا يعطي إشارة خطيرة لأتباعهم في المجتمع التونسي طيب مفهول قال سيف مخلوف لنا أتباعنا هذا ما يخيفنا طيب يا سيد بحري هل منها ممكن فعلاً أن يقدم الرئيس التونسي قيس سعيد على حل مجلس النواب دستورياً أعتقد أن تابعت بعض المتكلمين في المسألة من ناحية القانونية يقولون أنه حالياً يصعب على رئيس الجمهورية حل البرلمان ولذلك نجد أن بعض الغاضبين من المشهد السياسي يدعونه إلى استعمال الأجهزة الأمنية والعسكرية ما الذي تعنيه باستعمال أجهزة الأمنية والعسكرية سيد بحري؟ يعني هناك دعني أقول بطريقة مباشرة يعني استنساخ تجربة مصر هناك من يدعو إلى هذه التجربة وهناك من ينزل صورة تجربة مصر يا سيد بحري تجربة مصر يا سيد بحري هي تجربة شعبية بحتة خارجت الملايين في الثلاثين من يونيو تطلب مساعدة من جيشها ما لها تجربة مصر ما العلاقة بين الأمرين؟ لا أنا لم أعلق بالسلب على المسألة ولكن حدت استنساخ التجربة بمعنى يمكن أن يخرج الناس دعوة الناس إلى الخروج في الأيام القادمة وتدعيم الاحتجاجات وقد حصلت احتجاجات في الجهات وربما هناك أنا قرأت حتى رأيت بعض الأصدقاء والصديقات على الفيسبوك عن علاقاتي ممتدة مع كل الشراح هناك من يدعو يوم السبع طاش إلى وقفة أمام البرلمان ودعوة إلى إسقاط البرلمان إلى غير ذلك وهذا تتيح الديمقراطية وتتيح الحرية ويتحمل السادة الذين هم في الحكم مسؤولياتهم تجاه الناس ولكن دعني أقول بالنسبة للمؤسستين الأمنية والعسكرية في تونس يبدو أنهما استفاد من درس 14 جنفي ورأوا أن بعض القادة الأمنيين خاصة يتعرضون إلى المسألة وحتى المحاسبة الجيش تاريخه تاريخ بعيد عن السياسة الجيش التونسي عقيدته ليس له علاقة بالحق لكنه أقسم اليمين يا سيد بحري على الحفاظ على استقرار البلاد لكن الجيش التونسي نزل في ثورة الياسمين ليؤمن المؤسسات لكن الجيش التونسي وأي جيش بالمناسبة دوره الحفاظ على أمن البلاد والحفاظ على البلاد من أعدائها في الخارج وكذلك تأمين مؤسساتها في الداخل نعم هذا ما قام به الجيش التونسي ولذلك له مكانة مكينة في قلوب التونسيين كل التونسيين على اختلاف توجهاتهم السياسية والعقضية يحترمون الجيش التونسي الذي حمى التونسيين ولاذا به التونسيون في جامف 2011 ديسمبر 2010 لاذا به التونسيون عندما كانت بعض العناصر الأمنية تطارد المحتجين فنحن رأينا والفيديوهات موجودة أن الناس لجأوا إلى الجيش طيب والجيش أمنى الانتخابات وأمنى امتحانات البكالوريا والامتحانات الوطنية وله مكانة كبيرة عند التونسيين هل يقدم حقيقة الجيش التونسي على تسلم الحكم كما يطالب البعض لن يقدم على شيء سيد بحسن الأمر بيد الشارع التونسي كما أشرت أنت بالتأكيد طيب أشكرك سيدة وفاء سؤال الأخير هذا ربما يعني الآن نحن أمام أمرين إما أن ربما يستجيب السيد راشد الغنوشي لطلب خمس كتل برلمانية برفع الحصانة عن ائتلاف الكرامة ونبدأ في حل المشكلة قضائيا أو ربما يتحرك الشارع كما أشار سيد بحري في يوم السبعتاشر ونكون أمام مأزق جديد في تونس على الأرض أيهما ترجحين الشارع ساخن بتونس منذ زهاء الشهر يعني عديد المناطق التونسية تحركت بالاحتجاجات هذا الشتاء هو شتاء ساخن جدا الشارع يتجهز للخروج حتى ولو رفعت الحصانة وهذا شبه مستحيل إذا لم أقل مستحيل الشارع أرجح خروجه لأن الشارع التونسي قد كلا وملا الشارع التونسي اليوم لا يرى لا تنمية في جهاته ولا يرى مطالبه الاجتماعية قد تحققت ولا يرى شغلا ولا يرى كرامة ولا يرى حرية فكل الأحزاب تتسلح بميليشيات فيسبوكية على شكلة يعني نعتبرهم ذباب إلكتروني يعني هناك حرب أهلية اليوم واقعة داخل الفيسبوك حرب أهلية فيسبوكية من جميع الأحزاب حتى المدنية منها والمعارضة للإخوان يتسلحون كلهم بميليشيات فيسبوكية تقوموا بعنف أشكر وبيهتك أعراض هتك عرض المرأة المرأة لم يهتكها فقط محمد العفاس محمد العفاس هو واحد من الإخوان ومن ائتلاف الكرامة ولهم ميليشياتهم بالشارع وميليشياتهم الفيسبوكيين أشكر ولذلك اليوم أمام هذا المشهد الصدامي بالبرلمان أرجح أن يخرج الشارع التونسي وفعلا سيطالب الجيش بحماية مصالحه ومؤسساته الحيوية لأن الدولة في حالة انهيار والجيش من أوكد مهامه هو حماية الدولة من الانهيار ونحن تونس انهارت دولتها بعد العطل الواقع في القضاء التونسي القضاء هو العمود الفقري للدولة الآن في حالة عطل نحن اليوم لا سلطة قضائية لنا لأنها منذ قرابة الشهر هي في حالة إضراب إذن أعتذر منك سيدة وفاء لدخل الوقت للمقداد طلب سوري لمزيد من الدعم أم رسالة للجميع بوصاية تهران على دمشق أهلا بكم من جديد في مدار الغد بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تنصيبه وزيرا للخارجية السورية خالفا للراحل وليد المعلم اختار فيصل المقداد تهران لتكون وجهته لأولى زياراتها الرسمية الخارجية فهل ذهب المقداد إلى إيران للتأكد من أنها ستظل الحليف الاستراتيجي لدمشق أم هي رسالة إلى الحلفاء الآخرين وتحديدا روسيا التي تكتفي الآن بدعم سوريا في المسارات السياسية فقط أم ربما أرادت تهران ودمشق أن تقوما بترتيب الأوراق للتعاطي مع عرض جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي في مقابل رفع يد إيران عن أزمات الإقليم وفي مقدمتها الأزمة السوري نناقش هذه التساؤلات وهذه المحاور مع ضيفينا معنا من تهران أمير الموسوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وينضم علينا مع القاهرة دكتور محمد الشاكر أستاذ القانون والمعارض السوري أهلا بكم أبدأ معك دكتور محمد ضيفنا من القاهرة لماذا حرص السيد المقداد على أن تكون تهران هي وجهته الأولى في أول زيارة له كوزير جديد للخارجية السورية بداية مساء الخير وأهلا بك أهلا بك وبالأخر المشاهدين أهلا بك أهلا بك طبعا هذه العلاقة السورية الإيرانية هي علاقة إشكالية يعني من أكبر تبعاتها هي إخراج سوريا عن حضنها العربي ومهما قيل سواء في الأزمة السورية أو الثورة السورية أو الصراع السوري قبل أو بعد التاريخ معنا ولا إيران ولا غير إيران ولا حتى النظام يستطيع أن يحدد مصير سوريا لأن مصير سوريا هو عبر التاريخ يختصر بعبارة شهيرة أن سوريا قوة مضافة ببعدها العربي نعم وخصم على نفسها إذا عملت منفردة وسوريا للأسف وأنا سوري أعتز ببلدي وبتاريخ بلدي وبحضن بلدي العربي أيضا الذي هو حضن مصير وليس مصلحة للأسف لا أدري على أي أساس يعني أن النظام اختار إيران واختار أن يكون للأسف منفردا وحصل ما حصل عشر سنوات من الموت السريري السوري ما يعني أننا سيتكرر أن نحن أمام سيناريو عراقي جديد العراق الذي كان يصنف من بين الدول العظمى في الشرق الأوسط والعالم تحول إلى ولاية إيرانية مدمرة أبناء شعبنا العراقي أشقاءنا العراقيين الآن بدون كهربة في بلد يمتلك من أكبر احتياطيات النفط في العالم لا يمتلك ماء لا يمتلك يعاني تابعهم بالتلفزيون بشكل يومي قهر وجوع واحتلال كامل واستحواذ كامل على الدولة العراقية هذا سيناريو آخر يتكرر في سوريا عشر سنوات وأنا عاصرت بدايات الثورة السورية والانقسامات التي حدثت بين الوطنيين السوريين وبين حتى الاستخبارات نفسها السورية الذين طالما نصحوا برؤية العقلاء والوطنيين السوريين ولكن للأسف انصاع النظام لما اسماه بدور المستشارين الإيرانيين المستشارين الإيرانيين وكأن السوريين وكأن السورية عاقر عن رجال قادرين أن يتجاوزوا الأزمة ابقى معنا يا دكتور محمد لو تكرمت ابقى معنا لو تكرمت سنعود إليك بالتأكيد بيتون الفوضى وهو ملعبها الذي لعبته في كل دول العربية في العراق وفي لبنان وفي اليمن هذه دول فوضى كلها تتفع منها السياسات الإيرانية في المنطقة طيب يا سيد أمير ضيفنا من تهران يعني عندما نتحدث عن زيارة أولى لوزير خارجية جديد لم يمدي في مكتبه أكثر من ثلاثة أسابيع فهذا أمر لا يستهان به بالتأكيد كان هذه خيارات الوزير فيصل المقداد أعلن أو قرر أنه سيتوجه إلى تهران هذا القرار برأيك اتخذ في دمشق أم في تهران بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك والمشاهدين الكرام أهلا بك أنا أعتقد أن سيد فيصل المقداد باعتباره مساعد الراحل مرحوم وليد المعلم نعم يعرف كل الأمور والملفات إذن لا يحتاج إلى أن يبقى كثيرا في مكتبه ليبدأ ويمارس عمله كوزيرا للخارجية طيب ومجيئه إلى تهران طبعا تهران الحليف الأكبر والأهم للشعب السوري وللحكومة السورية بعدما دمرت سوريا بواسطة الحضن العربي والغربي وبعدما دمرت البنى التحتية وأرسل الإرهابيين من كل أنحاء العالم بتصريح واضح من وزير الخارجي ورئيس الوزراء القطري السابق طيب أن كيف دمرت سوريا وكيف تآمر العرب والغرب عليهم بعض العرب طبعا الحكومات العربية فلذا أنا أعتقد أن من الأمثل أن يأتي إلى تهران الحليف الأكبر لسوريا شعبا وحكومة ليثبت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وخاصة أن سوريا تعاني من مصائب وقوانين أمريكية جائرة ضد الشعب السوري وعلى رأسها قانون قيصر وكيفية معالجة المشاكل الاقتصادية وكذلك حل ملفين أساسيين الملف الأول الوجود الأمريكي الذي يحتل الآبار النفطية وللأسف الشديد بما يسمى المعارضة السورية ساكتة على هذا الأمر ويرون المحتل الأمريكي كيف يأخذ البترول السوري بالإضافة إلى موضوع إدلب وحسمها قريبا على ما يبدو وموضوع الشرق الفرات التي نتمنى أن تحل عبر قنوات الحوار والتفاهم بين الحكومة وقصد إذن يا سيد أمير أنت ترى أن هذه الزيارة الأولى الرسمية لسيد فاسل المقدار إذا ما كانت التهران فهذا أمر منطقي هذا أمر طبيعي دونه هو غير منطقي طيب ابقى معنا يا سيد أمير وكذلك ابقى معنا يا دكتور محمد فدعونا فقط نلقي نظرة سريعة على طبيعة ذلك الدعم المقدم من تهران لدمشق على مدى تقريبا عشر سنوات منذ 2011 فعلى مدار قرابة عشرة أعوام دعمت إيران الرئيس السوري بشار الأسد ماليا وعسكريا دعم قيل إنه كان بوابة لمزيد من التواغل في المنطقة بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص مركز أطلانتيك كاونسل الأمريكي للدراسات الدولية نشر الشهر الماضي تقريرا كان محوره الوجود الإيراني في سوريا ما بين عامي 2013 والعام الجاري 2020 وبحسب التقرير كان الوجود الإيراني في 2013 أي بعد عامين فقط من بدء الاحتجاجات يقتصر على دمشق العاصمة وفي حلب وفي إدلب بينما كان حزب الله يتمركز في منطقة لقصير على الحدود مع لبنان ومنذ ذلك الحين سعت إيران إلى مزيد من التواغل في سوريا عبر تجنيد وتدريب عناصر إيرانية وأجنبية حتى وصلت رقعة سيطرتها في ألعاب الجاري إلى هذا الوضع إلى ما نراه الآن أمامنا وبحسب ما يؤكده التقرير أصبح هناك نفوذ لا تنكره عين لكل من إيران وحزب الله في أغلب أرجاء الأرض السورية لكن الوجود الإيرانية لم يكن عسكريا فقط فعلى الصعيد الاقتصادي أعادت تهران تنشيط منتدى الأعمال السوري الإيراني في العام 2018 وهو المنتدى الذي لعب دوراً أساسياً في انتشار المشاريع الإيرانية بمختلف المدن السورية وعلى الصعيد الاجتماعي تعمل إيران مع منظمات خيرية للاندماج في المجتمع السوري وتركز على ترميم المدارس والمراكز الصحية فضلاً عن توزيع مساعدات غذائية على المدنيين كما اخترقت إيران النظام التعليمي السوري عبر بناء سبع منشآت تعليمية فضلاً عن مراكز ثقافية تلعب دوراً كبيراً في الترويج لسياسات تهران إذن لا نتحدث هنا عن دعم عسكري فقط لحكومة الرئيس بشار الأسد مثلاً لا نتحدث فقط عن دعم مالي دعم تسلحي وصل الأمر إلى التعليم وصل الأمر إلى المجتمع المدني وصل الأمر إلى المراكز الصحية وهنا السؤال يا دكتور محمد إذا ما كان الحال هكذا يعني كيف تطالب دمشق أن تتخلص بين ليلة وضوحاها من كل هذا التواخل هذا سؤال جوهري يا أستاذ محمد وأنا أحييك على هذه القراءة بصراحة سأتطرق إليها نحن قلنا دائماً ومن على شاشتكم أيضاً وفي كثير من اجتماعات التي تتعلق بحل الأزمة السورية التسوية بين السوريين ليس أسهل منها ربما عادي نجلس نظام ومعارضة مع النظام هذه سيرورة كل الصراعات الداخلية وأمر طبيعي جداً ولكن وهذا تضمنه القرار 2254 أيضاً تضمن الحكم المشترك بين النظام والمعارضة في مادة أربعة هذه هي التسوية بسيطة جداً أما ما يجري على الأرض فهو يعقد التسوية ويحول دونها أيضاً وهذه لها أبعاد أيضاً بالدورة الروسية ستطرق له أيضاً ما يجري على الأرض وأنا أبن مدينة الميادين وضيفك الكريم يعرف مدينة الميادين لأنها هي عاصمة مشروع التشيع الإيراني الآن وأنا أقول التشيع كنظرية سياسية ولا أتحدث عن الشيعة كمكون أصيل من مكونات المجتمع السوري أو المجتمعات العربية ككل نحن عبر التاريخ لا نفرق بين لا الشيعة ولا سنة ولا نسمع فيها حتى ما يجري الآن على الأرض من أدلجة وعسكرة ومجتمعات عسكر تارية على الأرض في مدينة يانسة أخذ لك غرب الفرات يجري الآن تشيع الناس بالرواتب والاستغلال حاجتهم طبعاً المدينة حتى يسمع ضيفك والمدينة لا يوجد 10% لا يستطيع أحد أن يعود والميليشيات الإيرانية موجودة هذا التغيير العسكر تاري على الأرض والأدلجة والعسكرة هذا يفتت النسيج المجتمعي السوري سنعود يوماً ما ونحن مجتمع متجانس أو متشابه في سوريا خصوصاً المنطقة الشرقية لا يوجد فيها هذه الثنائيات السلبية سيجد هذا شيعي وهذا سني وهذا مع إيران وهذا ضد إيران طبعاً أنا لا أقول إيران فقط لا أستثني أيضاً شمال سوريا والدورة التركي حليف ضيفك طبعاً اسمح لي دقيقة في عجالة دكتر محمد استمروا خمس سنوات من الصراع فيما بينهم مشروع إسلام سياسي متطرف تقوده تركيا سني ومشروع إسلام سياسي شيعي تقوده إيران طائفي وحرب خمس سنوات قبل أن يتحولوا إلى حلفاء على الأرض السورية هذا أخطر ما يهدد المجتمع السوري الآن ويهدد نسيجه المجتمعي الذي دفع الثمنه أنا أتحدث عن نماذج لا أتحدث كباحة لا ابقى معنا يا دكتور محمد يجب أن نكون منصفين في توزيعنا للوقت عفواً يا دكتور محمد يجب أن نكون منصفين بعض الشيء سأعود إليك النتائج في الدول العربية سأعود إليك يا سيد أمير أنت تمتاز بلغة هادئة حقيقة الأمر ولذلك أنا أسألك الآن أنت تحدثني عن أن إيران وقفت وحيدة مع سوريا عندما لم تجد سوريا من يقف معها من العرب طيب أسألك أيضا إلى هذه الدرجة سيد أمير يعني تخشى تهران ويخشى النظام الإيراني على المصلحة السورية يعني لوجه الله كل هذا الدعم المالي والعسكري ألا يوجد أهداف غير معلنة حتى على الأقل حتى لو من باب فكرة تصدير الثورة الإيرانية مثلا يعني أو فكرة تصدير المد الشيعي مثلا منذ تسعة وسبعين تحلو بذلك إيران ألا توجد أي أهداف يعني خفية لا أعتقد ذلك يعني الإخوة السوريين الشعب السوري يعرف جيدا هذا الأمر لأن العالم كله تكالب على الشعب السوري وعلى سوريا ليمزقها بسبب ممانعتها وبسبب مقاومتها وبسبب تعاونها مع محور المقاومة وهي الجسر الممتد بين طهران وجنوب بيروت وغزة جنوب لبنان وغزة فلذا اجتمع العالم كله لقطع هذا الجسر وأتت إيران لطوق السورية يا سيد أمير يعني أنت تريد أن تقنعني الآن بأن إيران أتت لطوق السورية نعم نعم وأنقذتها ولله الحمد مع حلفائها العالم كله أتى لتدمير سوريا وإسقاط سوريا ولماذا لم تحاول أعرف للمقاطعة سيد أمير لن أقاطعك لن أقاطعك عذرني لن أقاطعك ولماذا لم تحاول تهران أن تنقذ سوريا في الجولان مثلا لماذا لم تحر للجولان مثلا من العدو السهيوني سيأتي اليوم سيأتي اليوم وليس فقط الجولان بل كل فلسطين نعم لكن لم يسمحوا طبعا العالم كله تكالب على إسقاط دمشق وتمزيق دمشق وتمزيق سوريا إلى مكونات كما أرادوا العراق أن يكون كذلك كما أرادوا للبنان كذلك المؤامرة كبيرة العالم كله المليارات صرفت يعني شيخ حمد رئيس الوزراء القطري قال غرفة العمليات في تركيا كيف كان توزع الأموال وكيف كانوا يدفعوا للضباط السوريين الذين كانوا ضعفاء النفس للأسف الشديد اشتروا ضمائرهم من عشرة آلاف دولار إلى خمسين ألف دولار يعني هذا تصريح شخصية رسمية واعترف بكيف كانت السعودية تموّل كيف الصهاينة كانوا ينقلوا الجرحة لما يسمى بالمعارضة وكيف أتوا بما يقارب 71 جنسية من مختلف العالم في سبيل أن يمزقوا سوريا في سبيل أن يوطنوا الحالة الطائفية البغيظة المذهبية والسوريين طبعا بعيدين عن هذا الأمر لكن أرادوا ورأينا أنهم كلهم كانوا يقولون أتينا للذبح كانوا يذبحون ويقتلون وصادروا البنات حتى باعوا البنات لو تسمح لي يا أخي لدينا دقيقتان يا سيد أمير ولدي سؤالان لدينا دقيقتان ولدينا دقيقتان ولدي سؤالان سأسألك أحد السؤالين وأرجو أن تكون الإجابة في أقل من دقيقة سأسألك بمنتهى المباشرة عندما تتوغل تهران في العراق وفي سوريا وفي اليمن مع الحوثيين ألا تريد تهران أن تزعج الرياض تفضل معك دقيقة لا هذا محور مقاومة ضد الكيان الصهيوني الآن هذا كله لكن الرياض عندما تصطف مع الصهاينة وكما حصل الآن الإمارات والبحرين والسودان كلما الآن بدأوا يصطفوا مع الكيانة بصورة عالمية فقط الحديث عن اتفاقيات تعاون تنالي وكما نعلم وكذلك الآن وكما نعلم وقولها دائما يعني لم أسمع يوما أن إيران أطلقت رصاصة على إسرائيل إيران استطاعت أن تكسر إيران استطاعت أن تكسر المشروع ليس الموضوع هو مشروع صهيوني أمريكي كبير في كل المنطقة إيران متى وصلت على الأقل استطاعت أن تدعم أهلنا في غزة وأن يضربوا تل أبيب بكل قوة وبكل علنية إيران قالت والإخوة في حماس والجهاد الإسلامي قالوا استلمنا الصواريخ من إيران حزب الله ضرب بالنتيجة هناك ضربات وهناك صراع لكن المشروع الصهي وأمريكي كبير جدا بسبب الخوان الموجودين من بعض الدول العربية للأسف يعني أنت تؤكد الآن أن إيران دائما ما تحارب من وراء حجاب طيب يا دكتور محمد السؤال الأخير سؤال الأخير حتى تصل إلى الحدود إن شاء الله طيب ستصل إن شاء الله بنا يعطيك ويعطينا تلت العمر يا دكتور محمد سؤال الأخير ما الفرق بين هذه الهيمانة الإيرانية على الملف السوري وبين الانتداب الاستعماري بداية أريد أرد مسألته واتحدث على المعارضة كون معارض سوري نعم إيران والنظام وحلفاء من العرب لم يدعموا المعارضة المعتدلة الديمقراطية السلمية التي تريد حل سوري داخل ينقذ سوريا منذ البداية هم من دعموا المعارضة المتطرفة هم وحلفائهم وهو يعرف من سماهم من دعم جبهة النصرة من كان يقول إيران الشريفة هو من دعم الجماعات المتطرفة عليه أن يفرق بين معارضة وطنية تخاف على وطنها ومعارضة هم صنعوها وهم دعموها وهم أخرجوها من سجون النظام معنى أقل المعارضة السلمية دقيقة يا دكتور محمد أجهضت وأخرج للمتطرفين من السجون السورية وجاءوا أيضا من كل بقاع الأرض معروفين من كان تدعمهم وهم يعرفون من حلفائهم أولئك الذين يدعون لدولة الخلافة ودولة الإمارة وهذا ليس الذي خرج من أجله السوريون السوريون خرجوا من أجل الكرامة الحرية الديمقراطية ولم يكونوا مسلحين ولكن المشروع الذي حمله حلفاء ضيفك هو من أدخل السوريين في هذه المتاهات أشكرك جبهة النصرة والجماعة المتطرفة أشكرك نحن كلاما للأخ ضيفك لا ينطلي علينا نحن أبناء المسألة ونعرف وأريد أسأل سؤال هل دول مدمرة جائعة والجيوز تزعف على بطولها تسميها ممانعة وتريد أن تحرر فلسطين يا أخي والله عيب عيب لك فيه يعني بدها الوحيد يسلح أشكرك أشكرك أصدقائكم دمبروها أصدقائكم دمبروا العراق والسوريا واليمن أصدقائكم دمبروها أشكرك دكتور محمد الشاكل أستاذ القانون والمعارض السوري من القاهرة أشكرك أدعوك يا دكتور محمد أدعوك أن أتوقف أدعوك أن أتوقف حتى لا نستطيع أن نطلب له مجالا للرد عفوا يا دكتور محمد صددتهم لنا أشكرك دكتور محمد الشاكل أستاذ القانون والمعارض السوري من القاهرة وكذلك أشكر ضيفنا من تهران السيد أمير الموساوي مدير مركز الدراسات لستراتيجية شكرا لكم إلى هنا انتهت حلقة الليلة من مدار الغد وتابعتم فيها تصريحات نائب الكرامة المسيئة للتونسيات تحول البرلمان إلى ساحة للعراق ورئيس الدولة يحذر وينذر إيران الوجهة الأولى للمقداد طلب سوري لمزيد من الدعم أم رسالة للجميع بوصاية تهران على دمشق انتهى مدار الغد على رأس الساعة وقفة إخبارية فابقوا مع الغد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة